45 دقيقة في حياتنا دول قدرين على أن هم يشقلبوا موازين حياتنا 45 دقيقة في حياتنا دول ممكن يكونوا اختلاف كبير جدا في حياتنا منين جات لك الفكرة وليه حددتيها في 45 دقيقة؟ بوسي هو أول حاجة أن أنا حياتي تغيرت في 45 دقيقة بجد ده حقيقي يعني أنا زي ما انت قلت في الانترو دكشن أنا أكتب مقال أنا أصلا مهندسة بكتب مقال أسبوعي وكنت بكتب فروزل يوسف وقبل كده كنت بكتب بعض البوابات الإلكترونية أسألك مقالاتك عن إيه؟ إيه نوع المقالات أو إيه طبيعة المقالة اللي بتكتبين؟ بوسي معظمها بتبقى مقالات اجتماعية بس فيها جانب ساخر يعني بيبقى شوية فيها جانب ساخر وبتبقى ماشية مع الوقت يعني ممكن تبقى حاجة طالعة دلوقتي مثلا في الصيف هنتكلم على الساحل نتكلم على كده كلها بتبقى حاجات ماشية مع الحياة بس اجتماعية ساخرة اجتماعية ساخرة جميل فضل فأنا كنت بكتب المقالات دي طول الوقت وبعدين صديق لي قال لي إن فيه مسابقة للقصة القصيرة وكلمني مكالمة 45 دقيقة عشان يقنعني إن أنا أخش وأشارك في المسابقة أنا ما قدرش أقول ما كنتش عايزة بس أقدر أقول إن أما حد بيحاول يقنعك بتجربة جديدة بتقعد تفكر يا ترى هتكسب يا ترى مش هتكسب يا ترى هقدر أعمل كده والستات ما بيخشوش في حاجة غير ما تبقى ضمة بنسبة 99% إنها هتكسب الستات بس؟ يعني معرفش ممكن أكون أنا لا الراجل بيخطر أكتر يعني تقصدي إنه الست بتحسب خطواتها أكتر بكثير يعني معروف مثلاً لما بيبقى فيه حد بيقدم على وظيفة لو فيها عشر نقاط الراجل بيعمل اتنين بيقدم الست لازم تبقى بتعرف تعمل تمانية أو تسعة عشان تقدم فدي حاجة في طبيعة الستات المهم أعطى تتناقش معها 45 دقيقة وهو يقول لي ويحاول يقنعني ويجي لي مين ويجي لي شمال لحد ما في الآخر يعني الكلمة القاضية قال لي جرابي أنت مش هتخسري حاجة ونتقردي بتكتبي يعني أنت ما عندكش حاجة تخسري المكالمة دي جات 45 دقيقة فعلاً يعني المهم إن أنا بعدها سمعت كلامه الحمد لله يعني واشتركت في المسابقة وكسبت فالمكالمة 45 دقيقة دي غيارة حياتي ما كنتش هيخد الاتجاه بتاع المجمع سبحان الله أنا الحقيقة يعني اخترت زمن 45 دقيقة كده بالذات ده لأنه بيوحاكي اللي حصل معي أنا فعلاً وحسيت أنه هو وقت مش كتير ووقت مش قليل بس هو وقت ممكن تحصل فيه حاجات كتير ده حقيقي وهي وحدة قياس يعني حصة المدرسة 45 دقيقة حصة المباراة 45 دقيقة الناس مثلاً عمليات الولادة الطبيعية لما بتبقى ثالثة بتبقى 45 دقيقة فهو رقم يعني مذكور في أكتر من حدث بأشكال مختلفة وحدة قياس قياسية الناس كتيرة بتبقى شايفة أن لها وقت ممكن نعمل فيه إنجاز أو نؤدي مهمة معينة ترجمة نانسي قنقر